ما تخافش على الأهلي وما تخافش على الأهلي طالما رجالات الأهلي على التوالي بين كل العصور حرصين دايماً وأبداً إن الأهلي يفضل في الصدارة دي حقيقة هتتأكدوا منها لما تشوفوا ماذا لدينا في الغربال ولا تزال نبوءة المايسترو تتحقق بعد 21 سنة في القرن الجديد يعني تقريباً خمس القرن ينتهي ممكن أن ننسى يعني أخدتنا الأحداث إن إحنا نتقدم بواجب العزاء لإبن وليد مبروك آه وليد مبروك متولي في وفاة ولز زوجته يعني ربنا تغمضها برحمته خلص التعازي والمواصل طيب فاكريني كابتن صالح عليه رحمة الله وهو في جوهانس بيرج بيتسلم وسام نادي القرن الأهلي نادي القرن العشرين في أفريقيا الكلمة لما قالها دعا بالحضور وقال لهم إن شاء الله في نهاية القرن الجديد نيجي نحتفل والأهلي نادي القرن والناس كلها دحكت بعد 21 سنة أو بعد خمس القرن يا كابتن صالح لروحك أن تطمئن وتهدأ على النادي الأهلي أنه الأهلي فعلا مازال في صدارة أندية القرن ما من استفتاء ينظم سواء من الكاف بالتراكمي أو بالمنفصل لحسابات القرن الجديد إلا والأهلي في الصدارة بل إنه كمان ألاقي الفرق بيزيد ألاقي موقع فوتبول داتابيز بيصنف أندية العالم كلها الأهلي الـ 29 عالميا بـ 1750 نقطة والأول عربيا وأفريقيا يعني بين كل أندية القرن الأهلي 29 عالميا والأول أفريقيا يعني هو نادي القرن بكل الاستفتاءات و بكل التصنيفات و بكل الحسابات أقرب الأندية المصرية للنادي الآلي هو نادي الزمالك الشقيق في المركز 124 عالميا يعني الآلي 29 والزمالك 124 الآلي 1750 نقطة والزمالك 1593 نقطة متساويا مع ماميل دوسانداونز التراج الرياضي في المركز الرابع بـ 1580 و مازمبي الكنغولي 1574 الخامس برامد في مشاركته الأفريقية جاء في المركز العشرين أفريقيا بـ 1461 نقطة طيب ده حسابات هذا الموقع اللي هو فوتبول داتا بيز للتصنيف العالمي كمان الاتحاد الأفريقي لما يجري داخل القارة هو أنا بس عادة توقف هنا هو الموقع ده اعتمد على نظام النقاط ولا اعتمد على ايه نظام النقاط الله أكبر محدش بيعتمد غير على نظام النقاط الكاف لما يجري التصويت صوتي على موقعه على اختيار التشكيل الأفضل في كل المراكز للكرة الأفريقية في العشرين سنة الأخيرة عشان يكونوا دول نجوم الخمس الأول من القرن الجديد القرن الواحد وعشرين فبصة لقي في هذه التشكيلة الأهل صاحب الوجود القوي الحمد لله مصر صاحبة الحضور الأمثل فيها يمكن من خارج النادي الآلي محمد صلاح واخد الجناحة الأيمن الأساسي في هذا التشكيل لكن التشكيل ضم من النادي الآلي ومنتخب مصر عصام الحضري قياسا على ما أنجزه من النادي الآلي حتى خروجه في 2008 في الدفاع أحمد فتحي أحسن باك يمين وسيد معوض أحسن باك شمال يعني بصوا في التشكيل وواء الجمعة أحسن قلب دفاع معاه خليوا لي كلوا بالي في نص الملعب فيها يا توريه ومحمد أبوتريك ومحمد صلاح وساد يوماني وفيه الهجوم صامو الإيتو وديديه دروجبة إذن محمد أبوتريك أفضل صنع ألعاب في هذا التشكيل أحمد فتحي أحسن باك رايت والجمعة أحسن قلب دفاع سيد معوض أحسن باك شمال وعصاب الحضري أحسن حارس مرمى يعني من أحسن صنع ألعاب أبوتريك أبوتريك طيب مين اللي بيعمل أنا ليه بأتكلم عشان كده المقارنات اللي عملة تطلع بين النجوم وبعضها كابت الخطيب وبوتريك ومش عارفوا مين ومين هذه المقارنات اللي أنت أنا عارف أنك ما بتحبهاش لأنها لما أنا ليه بأقول المركز ده بالذات لما المقارنات بتتم بين أجيال مختلفة أنا كمان ما بحبهاش ولما المقارنات تتم مع مراكز مختلفة أنا كمان ما بحبهاش ولكن لما يبقى أربعة من النادي الآلي في مراكزهم هم الأفضل على القرى والخامس محمد اكتعب على كابتن محمد صلاح ده خلاص الفجورة ده الوحده خالص ده في حتة من إنجازات وتطور ومكانة عالمية لوحده وده أبو المناسبة يا جماعة عشان البعض بيروق ليه مقارنة صلاح بنجومنا المصرين الكبار اللي ليهم كل التأدير والتحية صلاح في حتة تانية محمد صلاح حاليا يقارن بأفضل لعب العالم إن شاء الله يفضل في هذا التطور وهذا التقدم ونشوفه أحسن لعب في العالم بإذن الله ويقدر وقريب منها فخلوا صلاح بعيدا عن مشاكلنا الداخلية وبعيدا عن العبس اللي احنا بنشتغله ده بالإضافة إلى قدراته وإمكاناته شخصيته وطموحه أيضا المناخ اللي تحط فيه طبعا هو احترف برا وبعدين تدرج في الاحتراف سويسرا انجلترا إيطاليا انجلترا إذن دائرة أوروبية متدرجة شغله على نفسه وطموحه هيا أداه أن يصل إلى هذه المكان النجوم اللي احنا بنتكلم عليها بقى اللي مش في الجيل ده لم تتعلم هذه الفرصة فمن نقدرش أحطهم في المقارنة ماذا لو كانوا في هذا المناخ كانوا وصلوا هو طبعا التصويت بتاع الكاف ده على العشرين سنة دول أنا مش بكلم بقى العشرين أنا بكلم في المطلق آه في المطلق اللي لعب في الخمسينات والستينات والسبعينات والتكلينات ما هيعمل ايه يعني يعني لو لعبته في الملاعب الأفضل يعني وخصوصا يعني جيلي التمينات بتاع كابتن حسن شعاته وكابتن محمود الخطيب وكابتن على بوجريشة وقابليهم الكابتن الشازلي أو معاهم كابتن شازلي ومصطفى رياد كان فيه لعبة تستطيع إنها وبضيف عليهم واحد وكابتن ريف عدت وكابتن صالح كابتن صالح راح حجرات زعامل نجاح غير جدا بس راح هو كبير آه إنه مساوي أنا بضيفة إلىهم واحد أنا كنت شايف إنه يستطيع أن يعمل أي حاجة لو راح في أوروبا اتنين الحياة كابتن بادع فتاح وكابتن محمد بدوي بتاع المصري المصري